موسيقى قبل نحو أسبوع من الموعد الذي حددته حكومة أقليم كردستان العراق للاستفتاء على انفصالها على الأقليم تتعالى أمواج التصعيد في المواقف بين أربيل وبغداد حتى وصلت إلى حد التهديد باستخدام القوة وسعيا لمنع تدهور الوضع انبرى الرئيس العراقي الكردي الأصل فؤاد معصوم انبرى لطرح مبادرة تقوم على الحوار بين الطرفين وتعمل على إحلال أجواء التهدئة وإعادة الثقة مبادرة يعول عليها حتى لا تصل الأمور نقطة حرجة لا عودة عنها قد تفضي بالعراق والمنطقة إلى مزيد من الفوضى الجميع في غناء عنها هي أيام لا أكثر قد ينفصل بعدها ارتباط استمر قرون يقترب موعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق ومعه تتبلور أكثر مواقف الأطراف المعنية مباشرة بالقضية ما بين تحفز كردي وتوعد عراقي وترقب تركي إيراني تدور غالبية المواقف في الدائرة الديرة التحفز الكردي الهبأه رئيس الإقليم مسعود برزاني برزاني في تجمع انتخابي حاشد خاطب الحلم القديم في مطلب الانفصال بقوله نريد أن نكون شركاء لا خدم لكن العزم الكردي على إجراء الاستفتاء لا يصد الأبواب تماما أمام بدائل أخرى قابلة للنقاش فاللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان تدرس بديلا قدمته الأمم المتحدة والولايات المتحدة في العاصمة بغداد تتمسك الحكومة بموقفها الرافض لإجراء الاستفتاء وتزيد لهجة الخطى بحده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هدد بالتدخل عسكريا في إقليم كردستان إذا تعرضت مكونات الشعب العراقي داخل الإقليم للتهديد أو سبب الاستفتاء أي فوضى في الشمال يقف طرف مترقب تركيا التي يعتقد رئيسها أردوغان أنه لا حل ولا عقد في تلك المنطقة إلا ولأنقرة فيه رأيا وحكما أردوغان حاول خطبة ود بغداد بالتأكيد على المصلحة المشتركة مع العراق في رفض انفصال الأكراد سوف نعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الولايات المتحدة ومن الواضح أن هدفنا واحد وهو عدم تقسيم العراق ولكن السلطات في إقليم كردستان العراق حاليا تتخذ خطوات من أجل الانفصال في الشرق أيضا مترقب آخر إيران التي ترفض فكرة الدولة الكردية جددت التأكيد على أن الاستفتاء خطر على استقرار العراق ولوحت بإغلاق كافة المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان معنا من بغداد رئيس تحرير صحيفة المدى العراقية عدنان حسين أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار برايك هل يمكن لهذه المبادرة التي تقدم بها الرئيس معصوم أن يكون لها تأثير على أرض الواقع أم أنها مجرد محاولة منه للرد على من اتهمه بأنه لم يتخذ موقفا كرئيس للجمهورية تجاه موضوع الاستفتاء موقفا واضحا بصرف النظر عن الهوية القومية لرئيس الجمهورية فإن المبادرة التي أطلقها الرئيس أكبر كتلة في البرلمان اليوم أعلنت موقفا مناهضا لها فقد صرح أحد القياديين في إتلاف دولة القانون بأن هذه المبادرة بائسة وأن الاجتماع المفترض أن يعقد الآن بين الرئاسات الثلاث وقادة القوة السياسية هذا القيادي في إتلاف دولة القانون الذي وصف مبادرة الرئيس بأنها بائسة قال هذا الاجتماع لن تنجم عنه إلا نتائج بائسة فكما يقال المكتوب يعرف من عنوانه وما دامت أكبر كتلة في البرلمان وهي الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء السابق المالكي وتضم أيضا رئيس الوزراء الحالي العبادي ما دام رأي هذه الكتلة بأنها مبادرة بائسة فهم كمن يضع العصى في العجلة طيب سيد أدنان اسمح لي هنا أن أسأل لا نتوقع نتيجة لماذا؟ هل اختلفت الظروف؟ أنا تحضرني في السابق عندما كان سيد جلال طلباني هو الرئيس كان في أزمة أيضا بين بغداد وأربيل تدخل هو فعلا واستطاع من خلال الحوار في كانت مشكلة الرواتب ومشكلة النفط ومشاكل أخرى في ذلك الوقت كان فعلا في دور لسيد الرئيس الجمهورية بأن خرج بيها اليوم هل الأمور اختلفت؟ هل هو موضوع الاستفتاء الذي يجعل الحوار الصعب؟ لماذا اليوم دور الرئيس غير مؤثر؟ نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد هناك اختلاف بين شخصيتين الرئيس السابق طالباني والرئيس الحالي ولكن أظن حتى لو كان الرئيس طالباني باقل حتى الآن هذه المشكلة كانت ستتواصل وتتفاقم إلى هذا الحد وأعتقد أنه كان هامش الحركة أمام الرئيس طالباني لو كان هو الرئيس الآن محدودا الهامش البقية محدودة أيضا القضية وين؟ القضية أنه هذه الأزمة تفجرت بشكل موضوعي يعني المعروف أن المقدمات الخاطئة لا تقود إلى نتائج صحيحة وما يحصل الآن هو نتيجة للخطأ الكبير الذي رافق العملية السياسية إنشاء هذه العملية السياسية منذ البداية وهذا النظام السياسي هذه العملية كانت خاطئة بنيت على أساس المحاصصة ووضع دستور وصف رئيس الوزراء السابق المالكي بأنه مليء بالألغام والآن ألغام هذا الدستور تتفجر ألغام هذا النظام تتفجر فسواء كان الرئيس هو معصوم أو طالباني أو أي واحد آخر كان ستتفجر هذا الألغام والآن لدينا واحد من هذه الألغام قد انفجر طيب لماذا أكبر كتلة في البرلمان سيد نور المالكي يعني يعتبر بأنه هذه المبادرة غير مهمة إلى ماذا يشير ذلك برأيك يعني هذا الموقف السريع الذي جاء في هذا الإطار رفض الحوار السيد العزيز هذه المشكلة المشكلة القائمة الآن المشكلة مع الكرد هي واحدة من نتائج سياسات حكومة السيد المالكي السيد المالكي انتهج سياسات أدت إلى تهميش السنة أولا ثم الكرد وأنجبت مشاكل مع السنة ومع الكرد والسنة غير قادرين على أن يواجهوا بخلاف الكرد لأنه بسبب لديهم منطقة شبه مستقلة يستطيعون أن يعلنون واستطاعوا أن ينظموا نفسهم أيضا سياسيا عسكريا اقتصاديا نعم بالضبط هذا هو صحيح وبالتالي هذا هو جوهر القضية بالذات السياسات التي انتهجت المالكي هو الذي قطع رواتل المالكي هو الذي قطع هو الذي حرك قوات باتجاه الأقليم واستفز الكود واشعارهم بعدم الثقة حيال النظام القائم المالكي والذي أوقف صرف رواتب موظفي دولة هناك والمالكي هو أيضا الذي تسبب في المشاكل الكثيرة أيضا مع الصحوات السنية في الأنبار في نفس الاتجاه طبيعي جدا طبيعي جدا أن كتلة تأخذ موقف مناهض لأي محاولة للحل تتجاوب مع المطالب الكردية أعتقد أن من مصلحة هذه الكتلة أن تبقى العلاقات مشدودة سيد عدنان هل من مصلحة هذه الكتلة المالكي وبسعادية صرحوا باتجاه آخر هل من مصلحة هذه الكتلة أن تبقى الأمور متوتر أم من مصلحة ربما إيران وهناك انعكاس للتهديد لأنه نرى أنه من بين الدول الإقليمية الأكثر تشددا الأكثر تهديدا ربما طهران وبالتالي نرى انعكاس ذلك في السياسة وكأنه في تنافس بين الكتل السياسية التي لها علاقات مع طهران على أن تترجم هذه التهديدات السياسية ما رأيك؟ لا في الحقيقة هو القوة الأقليمية الأكثر تشددا في التصريحات والموقف هي تركيا وليست إيران الموقف الإيراني حتى الآن لم يصل إلى مرحلة أو إلى مستوى التهديدات المباشرة التركية على سبيل المثال ولكن الكتلة السيد المالكي في تلاف دولة القانون هي التي اتخذت موقفا متشددا تجاه الكرد في السابق والآن وأعتقد حتى هناك بينهم أن يفكر بحل هذه الأزمة بالقوة المسلحة هذه مشكلة كبيرة بطبيعة الحال لأنها تفاقم من الأزمة في الحقيقة ولا تساهم في حلها لهذا السبب الآن يفترض المطلوب أن تتجه الأمور إلى إيجاد حلول وسط وأعتقد أن رئيس الوزراء العبادي هو مختنع بفكرة من هذا النوع ولكن هناك ضغوط ضغوط من داخل ائتلافه وهو الائتلاف الوطني الشيعي وخصوصا من ائتلاف دولة القانون المكون الأكبر للائتلاف الوطني الشيعي هناك ضغط شديد من ائتلاف دولة القانون باتجاه الحادة ولكن أيضا لو سمحت لي في الدقيقة المتبقية لكن أيضا أربيل رفضت أطروحات أمريكية من أجل حلول وسط ألا ترى أيضا أن أربيل متشددة أيضا بنفس الدرجة لا أعتقد أربيل تطرح تقول نحن مستعدون للتأجيل ولكن أعطونا ضمانات متى سيجرى الاستبتاء وأنه يوجد حل خلال هذه الفترة يمكن التوصل إلى حلول المشاكل القائمة ينبغي أن لا ننسى أن طرح موضوع الاستبتاء هو نتيجة للمشكلات العميقة التي قامت بين أربيل وبغداد الكرد الكرد شعروا بأنه هذه الدولة لم تعد تمثلهم هذا النظام لم يعد تمثلهم أنه العلاقة مع استمرار هذا العلاقة هي ولادة للمشاكل والعزمات لذلك يعتقدون أن حل هذه القضية هي يكون بالاستخلال والخطوة الأولى بالاستخلال هو الاستبتاء ولكن إذا كان هناك أي مشروع لحل المشكلات جذريا من الأساس وهو مثلا العودة لتعديل الدستور لتشريع القوانين المطلوب تشريعها لتفاهم المطالب الكردية أعتقد سيمكن إيجاد حل مقبول من كل الأطراف شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد رئيس تحرير صحيفة المدى العراقية عدنان حسين